نصر مؤذر يحققه الاسير كايد الفسفوس 32 عاما من مدينة دورا جنوب الخليل في معركة الامعاء الخاوية التي دامت 131 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري الجائر حيث اعلن عن تعليق اضرابه بعد انتزائه قرارا من الاحتلال يقضي بتجميد اعتقاله الاداري والافراج عنه منتصف الشهر المقبل انتصار الفسفوس على الاحتلال بسلاح الجوع سبقه اعلان الاسير عيد الهريمي المضرب منذ 61 يوما يعلق اضرابه مقابل الافراج عنه اوائل شهر اذار القادم فيما لا يزال الاسيران لؤي الاشكر وهشام ابو هواش يخوضان معركة الامعاء الخاوية رفضا لاعتقالهم الاداري الجائر في ظروف صحية متدهورة للغاية معركة الامعاء الخاوية التي كابد فيها الاسرى ما كابدوه من معاناة واوجاع استوطنت اجسادهم التي اضحت جلدا على عظم وتجاوزت اسوار السجن الى بيوت عوائلهم الذين تقاسموا الوجع معهم حيث عاشوا ظروفا نفسية صعبة للغاية كانوا على اعصابهم خشية من مصير فلذات اكبادهم يترقبون الاخبار لحظة بلحظة الى ان بزغت شمس الحرية وعلت زغاريد النصر حنايا الوطن فكانت عنوانا لقصة نصر جديدة حفرت بحروف من ذهب في تاريخ الحركة الاسيرة كلها وباعلان الاسر انتصارهم المؤذر على الاحتلال وسياساته يكونون قد اغلقوا صفحة قاسية عاشوا فيها ويلات الحسرة والعذاب في سجون امضوا فيها فترات حكم طويلة دون تهمة او محاكمة ولكن وبعد هذا العناء والتعب الطويل وارادة لم يفت الاحتلال من بأسها يزدلون اليوم الستار على مرحلة جديدة هم فيها عمالقة الصبر واحرار طلقاء في معركة انجلى فيها الليل وانكسر فيها القيد رغم ان في الاحتلال خالد مطاوع تلفزيون فلسطين